يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نادي الأهلي على موعد مع مباراة السوبة للأفريكي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله قدام اتحاد العاصمة الجزائري هنتكلم كتير عن فريق اتحاد العاصمة الجزائري وهنتكلم إزاي الأهلي يقدر يواجه وإزاي يقدر يستغل نقاط ضعفه وتجنب نقاط قوته مع صديقنا العزيز محمد جمال في الفقرة الثانية من حلقة اليوم ومعه أيضا زمينا العزيز عمر جبالة نتكلم في حاجة كتير أول نهاردة في كواليس مهمة جدا 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 يعني أول هذه الكواليس وهو خبر صار لجماهير النادي الأهلي ياسر إبراهيم شارك في مران النادي الأهلي النهاردة وظهر بشكل كويس وتعافى بشكل كامل من الإصابة في العضلة الضمة بعد ما تم حقنه بي البلازمة في الساعات الماضية وغالبا إن شاء الله هيبدأ المباراة مباراة اتحاد العاصمة بجانب محمد عبد المنعم كان في شكوك كثيرة جدا وكبيرة جدا حول إضحاق ياسر إبراهيم بهذه المواجهة وإن كان يعني في رأيه رامي ربيع يسد يعني لو ما فيش ياسر إبراهيم فرامي ربيع موود وطبعا محمود متولي عنده إصابة هيقعد فيها برضو شوية إصابات محمود متولي كثيرة 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 بحظه سيء لعيه بحظه سيء لعيه بموهوب جدا بس هو لعيه بحظه سيء فيه لعيبة كده في العالم يعني بيبقى حظهم سيء جدا في الإصابة إن شاء الله يرجع سليم وعايفة الفترة اللي جاية ويشارك مع زميله في إنجازات عظيمة كعادة النادي الآن